كافين اللي قائنا مع كل مشاهدينا وبفقرة باتس بصير نستضيف دكتور لورام عوض طبيب بيطري صباح الخير دكتور صباح النور أهلا وسهلا فيك اليوم معنا ضيف كمان لأنه أسبوع الماضي بلاشنا حديثنا على البسينات اليوم هيك عابلنا نكون عمي كافي مع عرفنا ترامب ترامب سكوتش فولد مال داكر عمره 8 شهر رح يصيره 8 شهر تقريبا 7 شهر مستغرب شوية ترامب طبيعي لبسين بيخاف شوية ليس مثل أغورا أغورا معوضة يستكشف عم بيشوف إينارة وأضوية حوالي سينورمان أداع هكي بيتأقلموا بسرعة من المحل الجديد لبسينات ألا بتاخد شوية توقيت بس انه لا بيرجع بيتأقلموا بس شوية نأزين هو شوية خيفين سينورمان مشوار كمانا هكي اكيد وعجقة سايل والسيارة والعجقة لكن أذكر المشاهدين من خلال لقائنا إذا عندهم أي سؤال يريدون أن يترحوا على دكتور لوران في يوتسطو فينا 0144 45001 نجح لكي نكفي حديثنا على بسينات البسينات أسبوع الماضي ونحن لدينا الوقت الكافي أنه نحكي فيه بدأ بليش أول تيك بيقولوا البسينات عندهم سبع ترواح هنا بيقولوا تسع ترواح لأنه دائما بيزمتهم من الأكسدنت أو إذا وقعوا يأتي دائما على أربع أجران وما بيصابوا دائما بحوادث البسينات البسينات عنده صحته منيحة بنته منيحة بس لا كمان بيتعرض لحوادث وكتير بيجينا إمرجنسي في الكلينيك تصوصي بسينات وقع على البالكون أو بسينات ضربة السيارة هلأ ياريت مثل ما أنت بتقول أنه دائما بمشي الحالة ببعض الأوقات إذا يكون هناك ترواح في قصص لا يمكننا أن نضبطها يعني بتأدي لوافيته للبسينات بس نشوف دائما البسينات بالطريقة اللي بتقع فيها يعني هي عن تقع بتبروم صح عندها أكلم تريد دائما بتجي على الأربع أجران مزبوط بتبروم تجي واقفة على إداية وإجرائية يعني نشوفها مثل هيك براشوت أدع له معقول تنقذى البسينات عادة لحديث مترين ثلاثة مفروض ينشح يعني حسب هي الكونكشن كيف تجي اللبدة إذا هي تلحق حالة أو ما تلحق حالة واني يمكننا نفتح قيمة صغيرة رالف بركي على قصة شال الضفير عند البسينات مزبوط يعني بدنا ننتبع على فكتور كتير مهم أنه ما نشيل ضفير البسينات إذا في ريسكي طلع على البالكون صدقني رالف تسعين بالمئة من الأكسيدونات اللي بيجونا بسينات واقعين عن الدربزين أو واقعين عن البالكون بيكون لأنه منشالين ضفيره نعمل على العملية بس بشرط مثل ما قلنا هذيك المرة أنه البسينات يكون على 100% اندور لا يوجد ريسك 1% مليون أنه يخرج على بره حرام أما نرى هكذا ترامب ريء وهذا لأنه إليك هان بحضنة شوي هكذا ريء شوي أدا هيك بيكون صورة دافكسيون مصدر هكذا بيتغنج بيعطي الحرب لا الكلب عنده انتراكشون بلزوما أكتر من البسينات بس عند البسينات أثبتت نسميها لرونرون تيرابيينة وعند البسينات خرخر ونسميها البرينج بالإنجليش يعطي مثل بيشيل الأنكزايت بيشيل بيشيل مزبوط مئة بالمئة بيشيل صحيح تحت رائبته صحيح أكيد البسينات كمانا فرندلي في كتير البسينات لا نرى فقط يأتي أحد غريب على البيت يمكن يقربه صح يصبح يبر محاولة الشخص وفي كتير أشخاص في كتير البسينات يهربوا إذا بدك نحكي للدغري أغلبية البسينات لأنه بس يفوت حدا غريب على البيت فورا بيخافوا منهم بالنسبة للألون سيتونان تروي فايت على البيت حدا غريب فايت إيه بس أنه لا أكيد بدون يقربوا لا يشوفوا إذا هربوا يشوفوا فيهم يكونوا أجريسيف معه إذا يعني إذا خافوا منه بس أنه هني لا يهجمو عليه عالطا بسينات البيت إذا كانت أجريسيف فوأيت خارميش فوأيت عد صح تتحدث عن ال LGBTI عدت بسينات أيضا كمانا أوف أخطر لمعدة الكلب أخطر لمعدة الكلب بس أنه أيضا مأزية مثل عدت الكلب ما هي التي يجب أن يقوم اذا عدت بسينات أكيد أجل أن يجب أن يقوم أجل أن يقوم ذلك مثل كلب يقوله لبسينات أيضا أيضا إذننا هذه المرة الميت أن يهجب غريب إذا نتذرح لأن إنه إذا البسين طبعنا مطعم ضمن البروتوكول لفاكسيناسيون طبع البسين في عنا طعم الريبيز أو طعم الكلب. مثله مثل الكلب كمان من طعمه اثنين تنضد مرض الكلب. فإذا الكلب أو البسين بلوتون طعم نحن ما عنا مشكلة. إذا البسين منه مطعم ساعتاً نحن لازم ناخد تدابير وقائية اللي حكينا عنا بالحلقات السيبة هي زيتها طبع الكلب. البسين عنده كوريوزلتاي يعني عنده حشرية منشوفة. أكيد كثير عالي. ودائماً بالبيت يعني إذا حدا عنده بسينة دائماً مشوفة عم تتمشى عالرف عالخزانة عالتيب ضل طارع نازلة. مضبوط. أداهده الشيء موجود أداهده الشيء منيح يمكن للبسينيات. يعني. نكونوا عبيعفوا ممكن محل هنا موضوع فيها فضول. هنه يكونوا عم بيمركوا التاريطور طبعاً. عم بيستكشفوا التاريطور طبعاً وعم بيعلموا إنه هذا هو التاريطور طبعنا. هنه عندهم عني كليبر ناتورالي. تشوفه دائماً ماشي يعالخزانة يعادراب زينة. فضيع يعني بتلاقيه ماشي. مشانيك واحد بده يعرف هذا الشيء إنه لبسين هو هيك. يعني بده يعمل أدابتاسون. هو بده يتأقلم هيك. هو بيعيش هيك. غير الكلب كلياً. عرفت كلب تاخده بتمشي بتظهره. لبسين لا. عرفت بدك تحطه بترانسبورتر لا تاخده. ما فيك تمشي متل ما تمشي الكلب. إذا نهر من البيت بيقدر يرجع لحاله البسين؟ عادة بيرجع. بس بدنا ننتبع كذا فكتوري. الاسبابة اللي بابتخلي يرجع. هي إنه يا بتكون لا سمح الله ضربطه سيارة. يا تعرض لأكسيدان. يا انسرة. يا أو علق بالتاريطور التاني اللي راح عليه. هو عادة رالف البسين لي بيهرب. البسين بيهرب بلا يتجوز. اوكي. 99% البسينات بيهرب بلا يتجوزوا. هون يباركي فينا نحكي شوي عن التزاوج عند البسينات. البسين خلافا عن الكلب. عندهم السيزون سكسيال. مش كل السنة بيضلوا انشالر. شهر شباط. باللبناني بيقولوا بشهر شباط. مش شهر شباط. بس يبلش تطول النهارات. لأن البسين الفيميل والفرس. الأنسة طبع الحصان. عندهم انكتيفيتات سكسيال سيزونيار. يعني. خلال فترة اللي بتطول فيها النهارات. وقت يكون في شمس فترة أطول. بيصير في اكتيفاسون الأرمون. من سميها الميلاتونين. هالميلاتونين هي اللي بتطولها انشالر. مش هايك من سميها انشالر. بفوتو انهيت. و بس يكونوا انهيت. يا بديو بيشمري حط الدكر. بشم الفيرومون. وبيهرب من البيت لا يروح يتجوز. أو هي اللي بسينة بتروح لعند الدكر. تقعب تنبش على دكر يتجوزها. انت عندك كلب بالبيت. ولا بس بسينة. صح عندي كلبين وعند بسينتين. متفقين. وبيلعبوا عن بعض. كل واحد جوا واحد برا. على الأكيد. بس انه ايام بيلتقيوا. ما نهدي شوية الوضع. بنا نحكي شوية عن التنوية. بس بسينة تنوية. مضبوط. شو معقول يكون بدا البسينة بس. أول كريتير. وهذا كتير بيعانوا منه أصحاب البسينات التنوية. هي وتبتكون بدا تتجوز. بعكس الكلبة. الكلبة اللي من بدا تتجوز. ما بتنزل دم. بردون. الكلبة بتنزل دم. بسينة ما بتنزل. لذلك بتصير تعمل أصوات. وبتصير تمره. وتحفحف حال عليها. بتعمل هالفوكاليسة هاي دي. لأنه هي بدأت تتجوز. واغلبية الوقت عند الفيميل. بس كون عم تتجوز. بس كون عم بتنوية. بس كون عم بتنوية بكون بدأت تتجوز. اوكي. ثانية أخرى. معقول يكون جعانة. معقول يكون عم تعيط لنا. معقول يكون بدأت تلعب. معقول يكون خيفانة من شيء. كمانا فيها تنوية. هؤلاء الأصوات. هؤلاء الأصوات. هؤلاء الأصوات. والصوات بيختلف. يعني التنوية بتختلف. بين بسط وبين زعل وبين خوف. وبين بدأت تجوز. والبادي لانجوز كمان فينا ناخد ذلك. أكيد. أكيد طبيعي. يعني هي دايما بدأت تمشي بتلاقيها. إيه عم تقرب عم تحف على إجرية. معلدنا بوا عم بيقرب عليا. شو بده هو عم بيدق فيك. عم بيعمل كونتاكت. يعني يكون بدأ شيء أو عائد شيء. أكيد. أكيد. يمكننا أن نترك البسائنة في البيت كل نهار لحالها؟ نعم. أكيد يمكننا أن نتركها كل نهار لحالها. ليس مثل الكلب يعني. لا. وهذا سبب من الأسباب التي يجعلنا نتجه نحو تربية البسائنة. ليس تربية الكلب. لأن البسائنة هي أطنومة. يعني هو السيبيسي بزوان لحاله. يعني أنا مثلا ترام تركه كل نهار بالبيت. أنا في كل نهار وقعد بالبيت لحاله. لا يوجد مشكلة. لا يوجد مشكلة أبدا. يمكنني أن يتعبئ حاله. أكله أمامه وميته أمامه وليتر بوك السابعه أمامه. أعرفت؟ يعمل بشيء يضع. والأفانتاج الذي لديه أنه لا يعمل وثق فيه. لا يعمل بيبيو ككا بالبيت. إلا يذهب إلى البحث. أعرفت هذا الفرق بينه وبين الكلب. أكيد. لأنه في كل نهار ينطبق عنهم. الأبسينات العادة على أكثر يدربهم على طاعة. كما يدرب الكالب أو على الحراسة. لكنه يدرب أكيد. والبسينات عادة أساس بمعرفة أكله، أساس بمعرفة صاحبه. هذه الأساس تلقائهم لأنه يعمل أدابتاتيون لها الحقيقة اليومية تبع صاحبه. أمام صيف. ما يمكنني أن نصائح أعطيها؟ ليس لكي تكون الكات فيه مرتاح أكثر. يعني أحسن شي ممكن أحسن شي ممكن يعملوا أنه يخصوه كان ميل أو فيميل لأنه هلأ صراحة بيبلش بلشت السيزن تبعون دونك حيقضوها تنويه أو حيهربوا دونك تفاديا لها القصص يعني عمر معمل يعني عادتها مبلش على عمر الأربع خمسة شهر عند الدكار والفيميل على عمر الستة شهر أنا أدا بيعي شوك تقريبا لبسين فيه فيه يقطع السبعة عشر سنة ثمانة عشر سنة ما عندك مشكلة اللونجيفيتي طبع لبسين أكتر شوية من الكلب من شوف كتير كاتس عندهم أوفر ويت أو وزن زياد مظبوط إذا فينا نحكي شوية على الموضوع وكيف نقدر نحل الموضوع وفيكم عندهم سكري كامل لبسينة طبيعي فيكم عندهم سكري والكلب كمام فيكم عندهم سكري هلا عادة كنا عم نحكي على القصة الخاصة أنا وياك الأفانتاجات اللي عديناها بقبل بحلقة أنه بتشير ريسك الكنسر السدي عند الفيميل وتشير ريسك البيومتر التهاب الرحم عند الفيميل بتشير ريسك الكنسر التستيكول أو كانسر البروستات أو كانسر الركض عند الميل أكيد الانكونفينيون الوحيد تبع هيدا العملية أو الديزافانتاج الوحيد هو البرديسبوزيشون الوبيزيتي وهون بدي يركز كتير مني على نقطة أنه رالف ما العالم بتطلع إشاع عنه أنا خسيط الكلب لك كيف صار ناصح ما خاص مش إذا خسيته بينصح إذا خسيته بصير عنده استعداده أنه ينصح بس إذا أنت بتعرف تعمل إنبون جيرانس دونوري تيور إذا بتعرف تعمل مانشمنت مزبوطة لا أكلاته ولا الفيزيك الإكسرسيز سابعه ما رح ينصح كلب بالعكس أنت بتكون طولتله حياته من دون ما تخلي تعرض له النصاحة هلأ بما يتعلق بشكل النصاحة النصاحة مشكلة كبيرة متل عند الإنسان كمان عند الحيوان مشان هيك لازم نطعم أكل خصوصي يعني وقت بنا نوصل على فاز الحكيم بإله لصاحب لبسين أو لصاحب الكلب أنه كلبك صار أو بسينك صار أو باز دونك أوتوماتيك لي أول شغلة ما نفكر فيها بنا نغير الأكل هيدا أول شغلة ما نروح على أكل لايت ما يكون فيه قصص دهون لا ما ينصح لبسين أو الكلب هيدا الشغلة وإن كي نكلب ساعتا ما نعمل أكيد إجزرسيز فيزيك يعني ما نبلش ممشي أكتر ما نبلش خليح يتحرك أكتر لا يحرق أكيد سير ما لا يحرق هالدهون كله يطم نحكي شوية عن نظر لبسينة كمانا ما نشوف كتير هيك رفلاء باللال خصوص إذا كنا بلال ونشوف بسينيتك على الطريق نشوف هيك عيونهم كيف يفقوا نشوف كأن المراية أو هيك بتعمل رفلكشن للضوء مظبوط 100% هلأ هديك المرة كمانا سألتني على الشوارب تبع لبسين الويسكاز البسين يستعملون كمانا مثل ما قالنا هذه المرة هلأ أكيد الفيزيون تابعه أوصع بكتير من تبع الإنسان بس مع الأسف أنه هني ما بيقشعه ألوان بيقشعه شايدز أوف جري يعني بيقشعه استعمل من دير ماذا نزعون من المsudدلين لن تترجمه السنكشم على الألوان لا يمكن أن تترجمه أنه ليس هو أكبر فهم أنه هذا أحمر هذا أصفر هذا أخضر عارفت؟ نحن نخطم حديثنا على البسينيات لليوم نقوم بإسرارة من الله نشوف الكثير من أشخاص الذين يرابلوا البسانيات والبسانيات لكنهم يذهبون بشكل أكثر، يرابون طيجر، يرابون نمر، يرابون أسر، يرابون أسر، هل هذه الحيوانات المفترسة؟ ما هو المساج الذي يقولون لهذا الأشخاص؟ أول شيء، البيت والأسفل 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 والأسفل. هناك الكثير من الناس، وصراحة نرى هذه الأسفل، مثل دارجة في البلدين العربية، عندما يأخذ الأغنية، أنه يذهبون إلى نمر، يرابون نمر. النمر لا يوجد أن تربيه في المنزل، النمر هو المنزل، يجب أن تفلته بالحيوان مفترس، يجب أن تفلته بالغابة، يجب أن تربيه بأفص أو تزربه بقلبات، لأنه هو سيكونتر لناتور، هو خلق حيوان مفترس، لا يجب أن تفهم له دوميستيكاسيون، هل تفهم ماهو قصده؟ يعني تتوصل، لو يصير عندك الكلب، وليصير عندك الدوميستيكاسيون، أخذت ألو في سنين، لا يجب أن تذهب لأنه عندك مصاري زيادة، تذهب لك وشوف حالك على غيرك، أنا لا أريد أن أربيك، يذهب لأن أربي نمر أو أسد، هذا الشيء لا يمنح أبداً، حرام، لأنه هؤلاء المنزل للطبيعة، لا يوجد أن تحرمهم من هذه الحرية، وتأخذهم وتزربهم في أفص، وفي جنين، أكيد. هذه هي رسالة تأخذ كل الأشخاص الذين يحبون أن يربيه، ليس فقط يقولون أنهم يربيه حياة أو كرقودة أو شيء، أيضاً نفس رسالة، أنه يجب أن يكون لديهم في الميليون، وفي المكان يكون لديهم مبسوط وبارتاح. شكراً لترامب، الذي كان معنا اليوم، كان رائعاً، كنت أعطينا أنهم ينوي، لكن كان كثيراً، شكراً لك، دكتور لوران، شكراً لك، شكراً لك، شكراً لك، شكراً لك، لنحكي أيضاً عن مواضيع العلاقة بالبيتس والحيوانات الأليفة بالبيتس.